النهاردة نتكلم مع المديرين المديرين سواء صغيرين أو كبار خلي بالك من شوية حاجات خلي بالك ان الموظفين مش مستعبدين عندك هم بيشتغلوا علاقة وين وين سيطوشن يعني نجاح في نجاح انا بستفيد منك كم موظف وانت كمان بتديني خدماتك وبننجح سوا خلي بالك كمان ان مش كل حاجة هي فلوس الكلمة الطيبة حل وقوي بتأثر وبتشجر كمان فكرة التحفيز عاش تسلم ايدك الشغل الجامد ده كل الحاجات دي بترفع من معنويات الموظف جامد جدا وبتخليه يعمل فرق كبير جدا وبيشتغل اكتر من الوقت وبيشتغل اكتر من اللازم علشان بس ان نظرتك ليه دايما تكون كويسة خلي بالك كمان انه لازم يكون في توازن بين العمل وما بين حياتهم الشخصية اوعى تأثر على حياتهم الشخصية اوعى تقعدهم لفترات طويلة بعد الشغل او انك ترهقهم بعد الشغل بمسئوليات ده مش صحيح لازم يكون في توازن او بالانس ما بين الشغل وما بين حياتهم الشخصية وتعزيز التوازن ده من انت في صلحك كمدير لان القوالتي او جودة الشغل بتزداد مع فكرة وجود هذا التوازن وسعادة الموظفين مش شرط انهم يحصلوا على احسن واعلى الفلوس ولكن اكتر حاجة بتأثر في الموظف هي التأدير الاحترام فكرة التحفيز فكرة انك لو هو عمل حاجة كويسة تجيب له حاجة بسيطة تدعمه ان شاء الله كيكة ان شاء الله بسكويتة ان شاء الله شوكولاتة ان شاء الله ماداليا ممكن تعملها فيها صورة وفيها تكريم كل الامور دي هتساعد على ان الموظف نفسه تفتح للشغل وكمان هتخليك انت كمدير تحصل على افضل اداء ممكن من المدير مش بس بالفلوس كمان بحاجات كتيرة اوي خلي بالك منها يا مدير اشتركوا في القناة